بيرحل خالد محيددين مخلفا وراءه تاريخ طويل بنقرأه ونستطلع ما به ونستلهم منه العبرة والعظة كل هذه السنوات التي أمضاها خالد محيددين كان مصريا مصري الهوى والهوية لكن سريعا هل استفدنا من خالد محيددين في حياته؟ هل كان الشعب المصري أو النشطاء السياسيين والنخب السياسية بتنتظر موت الرجل ورحيل الرجل حتى يكون هناك هذا الاهتمام به؟ ربما موت خالد محيددين وهذه الفعاليات الشديدة الحب لهذا الرجل هذه الثورة ثورة المحبين بتحيط خالد محيددين أنا بسأل بشكل عام أنه لماذا لا نحتفي بأحبائنا وهم أحياء؟ لماذا لا نحيط أحبائنا بالرعاية والحب والامتنان والتقدير في حياتهم؟ أنا منذ فترة بسيطة رحل أيضاً أستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس درد الأهرام ورئيس تحر الأهرام ونخب الصعفيين ورأيت في العزاء تظاهرة حب حقيقية فرحل الرجل لم يبقى إلا تاريخه ذهب كل تلاميذه وكل محبيه للعزاء وكل هذا الحب وكان إبراهيم نافع يبحث فقط عن كلمة حب كلمة مجرد كلمة مكتوبة أو مسموعة في حياته خالد محيددين أيضاً هل كان هناك حباً جارفاً يذهب إلى خالد محيددين في مقر إقامته يشعره بأنه ما زال حي في القلوب في كل الأحوال؟ ربما هي إشكالية مصرية إشكالية مصرية أننا لا نتذكر الأحبة إلا بعد الفراق فهل لنا أن نعيد الثقافة من جديد ونحتفي بمن نحب ونهتم بمن نحب ونسمع من نحب كلمة الحب أتصور أنه نحن في حاجة إلى تغيير صوفتوير بتاعنا بتاع حياتنا في التعامل مع الآخرين